السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة على اليوتيوب كانسي كان اليوم ناخد قاعدة جديدة هي قاعدة اس الملكية الاختلافات بقاعدة الاس الملكية امثل عليها ورح ناخد الفروقات ما بين الاس اللي عليها فاصلة من الامام واللي عليها فاصلة من الخلف شاهدوا الفيديو اي ملاحظات يبعتوني اياها على الكومنتر علشان اعيد شرح اي ملاحظة الملكية باللغة الانجليزية اللي هي possessive case originative case ناخد مثال او طريقتين على الملكية اول اشي these are احمد سبوك استخدمنا الاس اللي عليها فاصلة تاني طريقة اللي هي these are the book of احمد اللي استخدمنا اوف تنوب عن الاس البوستروفي لعليها كومة طبعا هاي الثنتين الطرق صحيحة الفرق ببناتما احنا بنحط الاسم بالاول بعدين think بس the off بنحط think بالاول بعدين الاسم في السورة الجاي رح ناخد كيفية تمليك الاسم وعندي خامس طرق لتمليك الاسم اول طريقة عندي اذا كان الاسم مفرد وغير منتهي باس بنضيف على اخر التملك او اس المتملك اللي هي بيكون قبلها الفاصلة مثال the child address the child عندي هون مفرد وما الكلم غير منتهية باس فانا بحط اس التملك اللي قبلها بتيجي الكومة اللي هي الفاصلة وبكمل الجملة the child address فستان الطفلة الطريقة الثانية اللي كيفية تملك الاسم اذا كان الاسم جمع وبينتهي باس الجمع اللي بينتهي باس ما بضيف اس تاني لانو الاس عندي هون ثقيلة على اللفظ فبس بضيف الكومة مثال the girls parents the girls عندي انتهت باس لنها جمع فما برجع اضيف اس تانية فانا بضيف بس الفاصلة اللي بتيجي امام الاس الجمع وهون بتكون عندي تملك الطريقة الثالثة لكيفية التملك اللي هي اذا كان الاسم جمع غير منتهي باس في عندي جمع اللي هو جمع الشاذ ما بينتهي باس فهي الكلمة بتدلل اللي على الجمع زي كلمة children women نضيف الاس الملكية عادي فيها لانا اساسا ما بتنتهي باس the children's garden the children هون عندي جمع وجمع هو الشاذ اللي ما بينتهي باس فبضيف عليه الاس البسترفي العادية اللي هي الس التملك العادية الصورة الرابعة لكيفية تملك الاسم هي الاسماء اللي بتنتهي بالاس الاصلية الاسماء اللي بتنتهي بالاس الاصلية زي Charles عندي هون بالصورة هاي بضيف عليها الاس العادي لان هذيك اس اصلية مثال I covered some of Charles books حملت بعض الكتب Charles Charles هي الكلمة الاصلية وضفت لها اس الملكية العادية طبعا هي الاسماء نادرة جدا في اللغة الانجليزية اللي بتنتهي باس الملكية فبحط لها الاس العادية اللي عليها فاصلة الصورة الخامسة والاخيرة لكيفية التملك اذا كان الاسم متبوع بالبدل تضاف الاس على البدل مثال This is my son زياد باسكل هذي دراجة ابني زياد زياد بدل عن كلمة son فانا ضفت الاس التملك على كلمة زياد انا رح اعطي ملاحظة عشان الناس تعرف شو البدل البدل هي اسمين وربعة الاسم الثاني بيكونه بدل عن الاسم الاول فبنضيف له اس التملك منضيف له الاسم الثاني اس التملك هون انا كتابت ملاحظة على البدل This is my son زياد باسكل عادة الجملة مرة ثانية وحكينا انه زياد هو البدل عن son عشان هيك احنا ضفنا الاس التملك على زياد شكرا لكم اي ملاحظات ابعتولية على الكومنتات واي طريقة مش عارفينها ابعتولية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة